هو محمد تفه بس جيت على الشباك وإيديكم بقى بتلغوص في التفه إحنا بنعرها لكم بس كده وإيديكم بتلغوص إخصى لكده ما بتحسوش بالحاجة إلا لما تتعكو فيها 14 قرن من الزمان التفه متغطي بس لما تكشفت لبستو فيها بعدين تقولوا مين الوسح اللي بيقول كده ده محمد انت بتشتموا رسلكم رجالة ماذا قال زكريا بطرس المجرم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسلكم كل جديد أهيا لنبدأ تصدر هاشتاك عاقب زكريا بطرس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وذلك بعد إساءة القص زكريا بطرس للنبي محمد عليه الصلاة والسلام على إحدى القنوات المسيحية يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها زكريا بطرس الغضب بسبب هجومه على الرسول الكريم والإسلام ولكنه يا صديقي اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا ودأب زكريا بطرس على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعم في أحكام القرآن الكريم سخرية منها أيضا ذلك على إحدى القنوات المسيحية نرادع من الكنيسة أو النظام ما في عام 2016 رفع المحامي قضية إسقاط جنسية عن زكريا بطرس بسبب أنه يسيء إلى الدين الإسلامي ويتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي وأيضا من جهات داخلية وخارجية أجنبية وللعلم يا صديقي العزيز فإن زكريا بطرس يحمل الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية وهو مخالف للقانون ولكن الدولة لم تتحرك ضده الإسقاط الجنسية عنه ومن جانبه تهرب مصدر كنسي من القضية وادعى أن هذا القس مشلوح وليس له أي صفة كنسية وموجود في الخارج نهاية أصدقائي ما رأيكم بهذا الفعل المشين الذي قام به هذا المجرم أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات أن تفعلوا هذه الهاشتاغات التي سأتركها لكم وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر